نتعلم كمان شوية برضو عن بعض التفاصيل الخاصة بالمبارتين يعني لكن تعالوا مع بعض بقى نروح للأهلي وصلت النهاردة بعثة الأهلي قادمة من جنوب أفريقيا انبارح كانت مباراة الأهلي مع ساندونز وانتهت بالتعادل أو عفوا يا ريتك بالتعادل لكن انتهت بخسارة الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة اللي تلعبت فيه بريتوريا ده في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي وصلت بعثة الأهلي هنا واللعيبة ما اتمرنتش خوفا من الإجهاد وراحة كده لسه تدريب المستبعدين هو اللي شغال والفريق بيريح على أن يجتمع اللاعبون غدا في الميران للاستعداد بتدريب وحيد للقاء اللي هيتلعب في اليوم التالي محمد عبد المنعم وأكتر من لعب نزلوا كده رسائل انتظرونا يعني ورسائل بيدعموا بها نفسهم وبيقولوا will be back هنعود يعني فاحنا طبعا ده اللي منتظر أن يعود لعبه الأهلي في المباراة مش بهدف بل باتنين إن شاء الله ويتأهل الأحمر إلى نهاية النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكن قبل ما نتكلم عن باقي رسائل اللاعبين لأن منهم مروان عطية عايزين نستعرض رسالته الأهلي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيقولوا فيه عدنا الأولى والتانية والتالتة فياريت يعني في الربعة تركز شوية عشان صورتك وصورة الكرة الأفريقية والحديث هنا عن الأخطاء التحكيمية خطاب الأهلي المرسل إلى الكاف قبل لقاء الإياب المرتقب جاء كالتالي أرسل النادي الأهلي صباح اليوم خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بخصوص الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق فريق الأهلي خاصة في المباريات الأفريقية الثلاث الأخيرة سواء في لقاء السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي جرى بالمملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر 2023 أو في أولى مباريات الأهلي في الدور الإفريقي أمام سيمبا التنزاني والتي أقيمت بدار السلام يوم 20 أكتوبر 2023 وأخيرا مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بذات البطولة أمام سانداونز الجنوب أفريقي والتي أقيمت في بريتوريا أمس كل هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الإفريقية وطلب النادي الأهلي في خطابه من كاف اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وأن يحرص السادة الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الإفريقية حلوة النقطة دي تعالوا نستعرض التلات قرارات اللي الأهلي بيتكلم عليها على مستوى تلات مباريات لعبها فيها تعرضة لأخطاء تحكيمية مؤثرة وبها طالب الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة أن الحكام يركزوا علشان يتم توفير العدالة الكاملة الحقيقة أنه يقصد طبعاً زي ما قال في البيان النادي الأهلي مباراة اتحاد العاصمة حيث طالب الأهلي بالحصول على ضرب الجزاء في لقطة محمود عبد المنعم كهرباء في الشروط الأول من المباراة وقت ما كانت النتيجة لسه صفر صفر تعادل سلبي بحسب ما أذكر لأنه الهدف كان سجله اتحاد العاصمة ياريت الصورة نستعرضها دلوقتي ما حضرتكم ودي طبعاً انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل وتوجة بيئة البطولة دي كانت جوا منطقة جزاء اتحاد العاصمة لكهرباء كهرباء نفسه كان في لقطة أخرى طالب فيها الأهلي بالحصول على ضرب الجزاء ولم يحصل عليها في لقاء سيمبا التنزاني في الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة الدور الأفريقي واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وإذا كانت احتسبت كان الأهلي هيبقى مرتاح قوي وربما حتى الأمور هتختلف في ماتش الإياب اللي هو تقهل فيه الأهلي بعناوين كلها بتقول بالعافية ثم ذهب الأهلي إلى اللقاء التالت من اللي بيحكي عنهم وهو لقاء ساندونز في هذه المرة لم يكن كهرباء بل كان بيرسيتاو اللي تعرض لدفع في الدقائق الأخيرة أمام ساندونز ولم يتم فيها احتساب أي قرار بل حتى لم يتم إعادة اللقطة في المباراة كل ده كان مهم جدا بعده أن الأهلي يبعث هذا الخطاب قبل مباراة العودة وكل ده لو تلاحظوا بيرتبط ارتباطا واضحا بما ذكره المهندس عدل القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي قبل ثلاثة أيام مع الزميل المتقلق إبراهيم فاي لما قال أن الأهلي بيشعر أنه في ناس في الاتحاد الأفريقي بيقولوا كده بشكل صريح كفاية احتكار بطولات ومش عايزين البطولات تبقى كلها في نفس المكان وعايزين توزيع وكفاية عليك وكده ده كان نص اللي قاله المهندس عدل القيعي وبناء عليه الأهلي بيتحرك علشان يوقف التصريح أو مضمون التصريح الخطير اللي قاله المهندس عدل القيعي لأنه هنا لو قارنتها كمان بتلت قرارات تحكمية جدلية مؤثرة ضيعت بطولة وقد تضيع بطولة أخرى فالتحرك كان مهما من جانب النادي الأهلي بكل تأكيد